حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبيري بن شيبة عن سعيدي بن المسيبي عن أم شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ حثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم شريك أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليفرن الناس من الدجال في الجبال قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ قال كلهم قليل حنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن هشامي بن عروة عن عروة عن أم شريك أنها كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم